السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف الاول الثانوي اهلا بكم في الفاينال ريفيجن النهاردة ان شاء الله هنعمل على المنهج كله ان شاء الله هنغطي ام اجزاء اه المنهج وهنحل شوية تسئلة ان شاء الله على الحاجات اللي هي موجودة او الحاجات اللي هي اللي هي بتقابلنا على طول ان شاء الله فالنهاردة ان شاء الله هيكون فيديو كده شوية لان احنا هنجمع كل حاجة موجودة في المنهج هنبدأ اللي هو كان بيكلم على حاجة اسمها في البداية هنطرع في يعني ايه طبعا احنا شرحنا وشرحنا كل حاجة في فيديو الواحده فالنهاردة هنجمع كل حاجة على السراكن قلنا ان احنا بنجيب حاجة عن نون ونقرنها بحاجة نون يعني حاجة مجهولة بحاجة معلومة فمنقول يعني كارننا حاجة النون حاجة ما نعرفش كوميتها حاجة معروفة كوميتها وفيديو كويند زي بالزبط ما نجيب مثلا انا عندي بنسل والبنسل عايزين نعرف اللينث بتاعه فهنجيب رولر طبعا ده كده الرولر فهيبقى بالنسبة لنا ده نون كوانتتي والبنسل ده بنسبة لنا النون كوانتتي فان كارن اللينث البعض فهيبقى احنا عملنا حاجة اسمها ميجر مانس يبقى الميجر مانس ده كومبيرنج النون كوانتتي وفيدس كويند يعني بنكارن حاجة مجهولة بحاجة معلومة طيب عشان نعمل ميجر مانس احنا محتاجين تلات حاجات اول حاجة اللي هي الفيزيكال كوانتتيز ده الحاجة اللي احنا عايزين نقصها يبقى الفيزيكال كوانتتيز that we need to measure يعني ده الكميال في زي اللي احنا هنقصها نمبر تو اللي هي الميجرينج تولز يعني التولز اللي احنا هنستخدمها نمبر ثري الميجرينج يونتز طبعا الميجرينج يونتز زي الميتر زي السنتيمتر زي الكيلو جرام ده كده اليونتس اللي احنا نستخدمه في. يبقى احنا اتعرفنا على حاجة اسمه عرفنا انه وعرفنا اللي هما هنبدأ ان نتعرف على واحدة واحدة مع بعض. ايه اي حاجة من فبنقول ان اي ينفع اسها ولها يونت بنسميها فبنقسم الفيزيكال كوانتتي عندنا حاجة اسمها وعندنا حاجة اسمها دول اللي هما يعني ممكن نقول عليهم يعني الكيميات الاسسية زي زي عندنا كمان دول كده بنسميهم ليه بنسميهم بنقول لانهم تاني يعني ده كميات اساسية ما نفعش اعرفها بدلالة كمية فيزيائية اخرى فبنسميها ما قدرش اوصفها بدلالة كمية فيزيائية اخرى ده كده اسمهم طبعا لما جائسهم طبعا ما باستخدمش رول ولا باستخدم اي حاجتين انما هنا من اسمها يعني حاجة مش طبعا يعني كان بي كان بي كان بي كان بي لكن كده اقدر اعرفها بدلالة كمية فيزيائية اخرى زي عندنا مسلا وليكن الفوليوم الفوليوم عندنا اللي هو الفوليوم فعشان اقيس الفوليوم محتاج فالفوليوم هنا can be defined with length width and height اقدر اعرفوا بدلالة length and width and height for example مازان وليكن ال speed equal distance over time فالspeed هنا can be defined with distance and the time but right physical quantities بقول عليهم can be defined with other physical quantities can be defined with other physical quantities يعني اقدر عرفهم بدلالة دول كده بنسميهم ايه بنسميهم يعني عندنا fundamental وعندنا طبعا السؤال هنا بسيط قوي يجي يقول لي اي حاجة fundamental يقول له اي حاجة تقول لي لانا كان بي defined with other physical ايه ده كده اول ايه اول ايه عندنا اللي هو ايه نيجي على السكند اللي هو طبعا احنا نستخدم طبعا اللنس احنا بنقيس اللنس بايه طبعا الموضوع بسيط قوي طبعا زي وزي 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 وعندنا كمان ايه الماكرو ميتر ده كده بنسميهم طبعا الماس عندنا رومان سكيل وعندنا كمان او سكيل وعندنا كمان دول كده بنقول عليهم طبعا الطايم عندنا طبعا وفيه ده كده طبعا دول بسيط قوي سهلين جدا ما نفهم شي اي حاجة طبعا اللي احنا نقف عنده شوية اللي هو مين ده ده الفيرنر ايه كالبر الفيرنر كالبر ده 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 اللي هو من اسبه الحاجات الصغيرة قوي فلو احنا ملاحظين زي ما تعودنا وشوفنا قبل كده ان السكيل ان السكيل الكبير ده اللي هو زيرو تان تواني ده ده بنسميه سكيل وده بياخد اكس كابتل انما زيرو وان تو الحاجة ده ده بنسميه سكيل سكيل او بنقول عليه سلايدنج سكيل وده كان بياخد سمول طيب اليون بتاعته تبقى بالميلي ميتر فلما نيجي القيز طبعا بنشوف الزيرو ده اللي هو بتاع هنلاقي بتوين تيرتي وهنا كده طبعا بس هنلاقيه هنا في النص في الحتة دي كده في الحتة دي كده يعني هنا بالزبط تقريبا توني ناين ده كده توني ناين ميلي ميتر ده كده الفكس ده سكيل طبعا هو جابه لنا هنا زيرو تان توني تيرتي انما هنا في لو جابهالي زيرو وان تو ثري يبقى انا بعمله بعمله يعني ده هتطلع لي فهو ما عملها فهتطلع ميلي ميتر طبعا باجي بعد كده بقيس مين بشوف اللي هو بديله اللي هو تقريبا الدقة بتاعته وبشوفه عندي كام وببدأ بضرب ده بضربه في بعد كده بقيس اللنف بقول اللي اللي هو بلس وناخد بقنا ان الرزلت اللي طالع بيبقى بالميلي ميتر طبعا لو قال لي هتهولي بالسنتيميتر يبقى انا هاخد الرزلت ده وعمله عشان اطلع الرزلت به بالسنتيميتر ده كده بنسميه او اللي هو بنقسمه الحاجات صغيرة اوي يعني ويبقى كده خلصنا التاني اللي هو من نيجي على طبعا زي ما احنا قلنا لو قلنا مسلا فقلنا ده مش عارفين انها رفع فلو عبتنا لو خلنا مثلا وليكن كيلو جرام يبقى هنا دي ادتها المعنى الطاعة نيجي على عندنا اللي هو الفرنش سيستم والمترك سيستم الفرنش سيستم ده اللي بنسميه سيستم وهنا في اللنث باستخدم السنتيميتر اللي هو والماس بالجرام يلو والجي ام والطايم طبعا بالسكند وده اللي كنا بنختصره ب سي جي اس سي جي اس اللي هو السنتيميتر طيب نجي على هما في اللنث بيستخدموا والطايم ساكند وده كنا بنختصره بالافي ااس الفي اس اللي هو والمترك سيستم اللي هو بنسميه اللي هو اليو اس اليو اس يونت اللي هو الانترنشناء اليو اس يونت طيب هنا بنستخدم في اللنث اللي هو الميتر ام والماس اللي هو كيلو جرام تأكيد كيلو جرام اللي هو كي جي والطايم طبعا ايه السكن وده كنا بنختصره بالم كي اس اللي هو كيلو جرام سكن ده كده اللي هما عندنا طبعا بعد كده خاصة احنا بنستخدم في فطبعا اللي عندنا بيبقى بالماتر الماس بالكيلو جرام الطايم بالسكن بالأمبير بالكيلو بالمول اللي هي شدة الاضاء اللي هي بنستخدمها في الكندلة والسولد انجل السولد ده كده اللي هما موجودين علينا يبقى احنا خلصنا 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 ده كده الجزء الاولاني نيجي بعد كده عندنا اللي هما اللي تستعلم وعملوهم كواحدات وواحدات مقياسية او ما يريه نبدأ نرجع اليوم فمن هنا اول حاجة عندنا او بنسميه المتر وده جابوا رود طبعا رود ده وعملوا وقالوا الدستانس دي كده هتبقى وان ميتر يبقى الستاندرد لانث ده قالوا ان هو الدستانس بتوين تو ان كرافت ماركس ادد انت او ده كده اللي هو الستاندرد ايه لانث او بتسميه الستاندرد ميتر نيجي بعد كده استاندرد ماس او بنسميه استاندرد كيلو جرام هما جابوا الساندر ده ولها وقالوا ان اللمث بتاع الماس بتاع الساندرد ده هتبقى تعتبر ستاندرد ماس او ستاندرد كيلو جرام طبعا هنا هنقول او ستاندرد ماس او الستاندرد كيلو جرام والستاندرد ميترد ليتنين دول ميتف بلاتينيوم ان ده اروي ليهما مصنوع من البلاتينيوم والارديم اليوم اليوم طبعا هما مصنوع من البلاتينيوم والارديم اليوم 1 أنهم رجد. ده نمبر 1. they are. هنقول. they are rigid. نمبر 2 أنهم chemically inactive. ده نمبر 2. chemically inactive. نمبر 3 بنقول. not affected by the surrounding temperature. نمبر 3. not affected by the surrounding temperature. يعني لو قالي وفي سؤال وقال لي. ليس بتتأثر بـ surrounding a temperature. ده كده standard length والstandard mass. أو بنسمى standard meter. وstandard kg. نيجي بعد كده standard time اللي هو بنسميه 1 second. طبعا نحن عارفين إن 1 second. هيبقى 1 one over. اللي هو eight six four zero zero. يعني 1 second بيساوي الرقم ده من اليوم. وطبعا كان لها حزبة كنا بنقول إن 1 day في 24 hours. والone. والone hour في 60 minute. والمنت في 60 second. نعمل كل ده. فيطلع 1 day في الرقم ده من السكن. بعد كده احنا عايزين السكند. يبقى 1 second equal one over الرقم ده. ده كده بنسميهم الايه? الstandard unit. وبعد كده تعاملوا حاجة اسمها الاتوميك سيزيم كلوك. اسمها الاتومك سيزيم كلوك إيل اتومك سيزيم كلوك ده. قالوا إيل اتومك سيزيم كلوك ده. قالوا إنه يمكنني يقيسوا بها من بها. وقالوا انها تستغنم في في وقالوا كمان نفس طبعا في اللي هي في ده كده اللي هي مين ده كده بتاعنا. نيجي بعد كده اهم حاجة عندنا وده حاجة مهمة جدا 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 اللي هي فورمولا. ايه فورمولا ده? هنقف هنا شوية كده في فورمولا. قالوا يبقى احنا بنعبر عن اللي احنا لسنا نتكلم عليهم من شوية في الصفة كنا بنقول ان عندنا لازم بتبقى بالم كابتل واللنس ببقى بالل كابتل والطايم طبعا بي اي تي كابتل يبقى دول كده اللي احنا بنستخدمهم الماس بي الام اللنس بي ال الطايم بي اي تي يبقى هنا الفيزيكال كونتتيز بنقول انو كابتل كونتتيز تعالوا نشوف ازاي هنقول مثلا لو انا عندي تايم 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 تايم؟ يبقى مينس ون. هيبقى هنا المتر. ده اليونت بتاع يبقى L. والسكند ده اليونت بتاع الطايم. يبقى يبقى ده كده بتامين بتاع الفلسطي. مسلا والي يكون ناخد مسلا. طبعا المس بالكيلو جرام والأكسلراشن او ممكن نخليها كده كيلو جرام طبعا الكيلو جرام هبه بالم كابتل والميتر بالل كابتل والسكند بالت كابتل يبقى كده ده طبعا احنا عندنا شوية كده مهمين لازم نعرفهم ان عشان عمل Lead or subtract to other two physical quantities لازم يكونوا from the same kind يعني من فaci اعمل فor example اعمل مثلا اففتي كيلو غرام بلاس اا��겠습니다. اده كده proposing. ميزه مع نخص من النجود. طبعا عشان عمل عمل Add or subtract two other physical quantities لازم يكونوا of the same kind و تظهرهم ابقى لازم لغهم لنفس فورملا. تانا حاجة هل ينفع اعمل times او ينفع اعمل times ولما عمل times or divide هيطلع two other physical quantities. ماشي. ولازم ده number one. ان احنا to add or subtract two other physical quantities لازم يكونوا of the same kind. number two ان انا عمل add or subtract two other physical quantities. لو هما from the same kind من نفس النوع فهما لازم يبقوا لهم the same unit for example. يعني مسلا ما ينفع شي اعمل one meter plus one hundred centimeter. وده it's wrong. لازم يكون لهم نفسي ال unit. انما طبعا ينفع اعمل multiplication او divide. يعني ممكن اعمل times width. طبعا ده يديني اريا. يبقى الديني other physical quantities. يبقى انفع اعمل add. ينفع اعمل mass divided volume. اه ده يطلع عليه. اه يبقى عشان اعمل plus or subtract two other physical quantities لازم يكونوا من نفس ال kind. نفس النوع. لما انت اعمل لهم times or divide. تاني حاجة ان انا عشان اعمل لهم لهم from the same kind لازم يكون لهم نفس ال unit. ده كده بنسميها dimensional formula في ابسط صيغة لها. وطبعا نحلينا problem عليها steer. فكده يعني ايه ممكن ناخد واحدة كمان بالسرينة كده. مثلا يقول لي مثلا work. هتلاقي dimensional formula بتاع work. طبعا احنا عارفين ان work equal force times displacement. طبعا احنا ما عندناش force ما نعرفش dimensional formula بتاعتها ايه. بس عارفيني distance. فهمكم نحول ده اللي هي mass times acceleration times a. طبعا لل displacement بتاعتنا. فطبعا هيبقى عندنا mess ده اللي هنا بتاعتها الكيلو جرام. والاكسيريشن اللي هي meter second power negative two. وطبعا distance displacement بال متر. يبقى هنا هتصفى عندنا. هدي كيلو جرام. وهدي متر ومتر يبقى متر power two. طبعا second power negative two. يبقى ده كده اليوني بتاعتمين بتاع ال work. اقدر احوالها بقى ل dimensional formula. هيبقى الكيلو جرام هيبقى م كابتا. والمتر هيبقى L capital power two. وال second T capital power negative two. يبقى ده كده dimensional formula بتاعتمين بتاع ال work. ده كده problem مع السرعة كده. سهلة وبسيطة قوي. ممكن تجيلنا بشكل تاني. ازاي? ممكن يقول لي مسيحا وليكن. for example x equal c1 plus c2 t. وقال لي ان ده كده time وده كده ايه? اه distance. فطبعا احنا هنا في plus. طالما في plus يبقى لازم دول from the same kind. ان ده وده من نفس النوع. ولازم بيساوي ده. يبقى هنا عندي ال x لازم equal c1. يبقى انا لازم اقول ان c1 equal 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 x. طبعا وال x هو قال لي انها distance يعني اليوني بتاعتها بالميتر. فيبقى c1 هيبقى equal هشيل الميتر ده. وحط يبقى كده ده كده ايه? بعد كده هقول ان x هتبقى equal c2 t. يبقى هقول ان c2 هيبقى equal x. اه divided t. عشان اخلص من تي ده. طبعا هيبقى ده بالميتر. وده بالسكن يبقى. فهيبقى c2 هيبقى equal. الميتر هيبقى الكابتل. والسكن تي كابتل. ده كده. يبقى كده احنا عندنا حلناهم على فورمولا. ده كده بالنسبة لنا فورمولا في افسط صورة وخلينا عليها. ويبقى كده احنا عملنا لسن وان. يبقى احنا كده تعالوا نخش بقى على. اللي هو بيتكلم على ايه? بيتكلم على نخد بالنا قوي في الحتة دي لان الدرس ده في حاجة مهمة وي. طبعا في حتة ممكن تجلنا في السئلة اللي هي المقالية. ممكن يسألني في ايه الاسباب بقى? يعني فور اكزامبل لما شرحناها لو احنا عايزين مثلا فور اكزامبل. فروحنا اثنينها بالانالوج. طبعا مش هيطلها لي. ده يبقى احنا استخدامنا اداة مش مناسبة. قلنا احنا بنستخدم مثلا اميتر. والاميتر ده دي موجود عندنا. فهيبقى مثلا بتاعته او مثلا المغنطيس اللي جواه بقى ديك. دي يبقى المغنطيس اللي جواه بضعف. فطبعا بيطلع لي اراية مش مزبوطة. فده بنقول ده يعني اخطاء موجودة في المجرينج ايه تول. او ممكن تلاقي مسلا المؤشر بتاع الجهاز زيرو او خوز زيرو. فده بتبقى مشكلة في الجهاز نفسه. ويبقى ده 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 مجرينج ايه تول. وده بيبقى خطأ راجع للشخص اللي بقوم بعملية الكهاز ما عندوش الاناف. لو انا عندي مثلا زيدي كنا. طبعا فطبعا لما ايس الفوليوم لازم يبقى بنبص كده فطبعا لو واحد بص من فوق كده فده هيبقى او لو بص من تحت فيبقى ده انما هو لازم يكون وطبعا لو احنا بنقيس الووتر فنلاقي الووتر عامل كده فبنقيس من تحت. يبقى ده بنسميها وده راجع لظروف البيئة زي مثل لو فيه هوا في الرطوبة. ده كده بنقول عليهم لأسباب او مشاكل انه هو بيطلع ليش اه نيجي بعد كده عندنا انواع الكهاز. في عندنا حاجة اسمها وحاجة اسمها لو انا عندي ليكويد والليكويد ده عايزة ايسي بتاع الليكويد هيسي ازاي? فانا بقوم جايب ده كده في عندنا جهاز الجهاز ده اسمه طبعا بيبقى فيه ده اسمه هادرو ميتر. فالهادرو ميتر ده بيقس لي مين بيقس لي بطريقة مباشرة على طول. فهنا انا مش محتاج مش محتاج مش محتاج مش محتاج مش محتاج اي حاجة هو جهاز بحطه بيطلع لي الارياء على طول. فده كده بسميها يبقى بن هنا بنقول طبعا هنا ببقى في عندنا ما فيش اللي هو لما نيجي على طبعا لو انا عايز ايسي الدانستي فانا اول حاجة روح هايز الفوليوم وايز الفوليوم ده باي يوزين سيلندر بعد كده هايز الماس وايز الماس بالسكيل اول بالانس سكيل بعد كده اقول له ان اقول ان دا كده بسميها ان دايريكت ميجرمنت لان هنا مني تولز ار يوزد مني تولز ار يوزد مني تولز ار يوزد طبعا هيبقى في هنا ارر في الفوليوم وفي هنا ارر في الماس فطبعا في الدانستي هيبقى مور دان وان ار يوزد يبقى دا كده كومبرزون بتوين. طبعا انت سهلة او بسيطة ف mini tool. يبقى احنا عارفنا على وعارفنا ال indirect. طبعا انتعرف بقى عايزين نئس مين? عايزين نئس Любigmatه. طبعا احنا عندنا two types of error اللي هو اللي attitudes وهو وعندنا الوالفравляى اللي هو بنديره diy yomi عندنا الوالفاج Front. ايه الفرق بين طبعا في اللي هو دلتا اكس فلما اجيس حاجة بابقى عندي اكس دوت ده بنسميها اللي هي القيمة الحققية بتاع الاس دي وفي عندنا اكس اللي هي بنسميها يا شباب ده 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 القيمة اللي انا استهل فلما اجيب بقول ان الدلتا اكس ببقى اكوال بحط كده اكس دوت مينس اكس يعني او الاكشوال فاليو مينس الابسوليوت وطبعا احنا بنحط سدود لان ده عشان يطلق لي ايه فلما نيجي نقول هنقول الاكسلوت ارر لوا الديفرانس بتوني real value and ميجرة value الديفرانس بتوني real value and ميجرتا value وطبعا هنا اليونة بتاحته بتبقى نفس اليونة بتاعمين الريل value والميجرتا value ده كده بنسميها الاكسلوت ارر او او ابسلوت ارر فار اجزامبل لو انت عندك بنسل والبنسل ده هو الريل وليكن تن سنتيميتر. وانت قمت رايح. ايسو فطلعته ناين بوينت ايت سنتيميتر. فلو قال لك هاته الاوبسليوت ارر فهتقوم عيل الرول اكس دوت مينوس اكس. وتقوم عامل كده اللي هو تن مينوس ناين بوينت ايت. يبقى هطلع عندنا زيرو بوينتو. وهتبقى نفس اللي هو سنتيميتر. ده كده بالنسبة لنا اللي هو الاوبسليوت ارر. نيجي بعد كده الريلاتيف ارر. الريلاتيف ارر ده. الريلاتف ارر بولي ان هو الر. ده ارشو باتوين. يبقى تاني ما نيجي نقوه نقوى. هنقول تعالوا نطبق اللي فاتدي. طبعا هنلاقي عندنا هنا كده. الارر اللي حصلنا زيرو بوينتو. زيرو بوينتو. كانت تان. يبقى يطلع عندنا زيرو بوينت زيرو وطبعا هنا كده ملهاش يونت لي ملهاش يونت عشان هي 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 عبارة عن نسبة بين طبعا هنا طلعها لي زيرو بوينت زيرو تو لو قال لي هاتهالي فهم واخد النامبر ده وعملوا فيطلع يبقى طبعا ايه ما افضل عشان نيسل طبعا احنا بنفضل نستخدم عن تبريق احنا بنفضل لان على طول يعني على طول اصغر من وطبعا كل ما قال كل ما بقت مور اكيرات بقت مور ايه يا شباب ده كده كده اللي احنا عملناه ده بنستخدمه في حالة واحدة بس اللي هي لما بنكون بنستخدم طب المشكلة بقى عندنا لو احنا بنستخدم طبعا هيبقى عندنا كام احتمال عندنا اربع احتمال عندنا اربع احتمالات طبعا هيبقى ياما بلاس ياما سابتراكت ياما دفايد هيبقى عندنا اول حاجة اللي هي اللي هي ممكن يبقى بلاس او ممكن يبقى او ملتبليكيشن او طيب الاتنين دول اللي هو دول نفس الخطوات ما فيش فارق بينهم وهنا كده ملتبليكيشن والدفايت اللي اتنين برضو زي بعد ما فيش فارق بينهم طيب تعالوا نشوف ونطبع على كل واحدة برول مسلا ولي يكون الا انا عندي ماس one equal وليكون for example ten plus or minus zero point one جرام وقال لي ماس two equal twenty plus or negative zero point two جرام وقال لي هنا مثلا هاتلي m1 plus m2 طبعا في اول حاجة بنقبها بنجيبها اللي هو بتاعهم يعني m1 plus m2 ده اول step بنجيبها بعد كده يا شباب بنعمل ايه بعد كده بنجيب delta x طبعا بنجيب delta x اللي هو السميشن delta x one plus delta x two وبعد كده بنعمل السميشن وطبعا لو هو عايز اللي هو الرو ده لو هو طلبها يبقى هيبقى عندنا delta x over الاكس دوت الدلتا اكس ده بتاع بتاع الدلتا اكس ده اللي هو السميشن بتاع الاكس دوت ده اللي هو السميشن بتاع الاتنين ده تعالوا نشوف هنحل البروبلم دي ازاي طبعا احنا نقول احنا نقول ام اون بلس ام اتو يبقى اكول ام اون هنا كده تان و ام اتو هنا توني يبقى تان بلس توني يبقى اكول تيرتي طبعا نفس اليونت جرام وهنا اتباعها هنجيب الدلتا اكس هنقول ان هي دلتا اكس وان بلس دلتا اكس تو طبعا دلتا اكس وان عندنا اللي هي zero point one ودلتا اكس بلس zero point two هيبقى اكول zero point three وقت ياخد نفس اليونت يبقى في الحالة دي هنقول ام اون بلس ام اتو هيبقى اكول وانهم عاملين براكت ويبقى 30 بلس او نيكتف zero point three جرام طبعا ده السميشن طبعا لو طلب عندنا الار اللي هي لو طلب عندنا الار هنقول ان الار اللي هي دلتا اكس يعني طبعا دلتا اكس اللي هي zero point three وانجيبها بالكالكليتور ده لو طلبها يعني انما لو طلب السميشن ده خلاص الموضوع بسيط طبعا نطبق نفس البروبلم بقى بس السبتراكشن يعني هنقول ام تو مينس ام اون بنفس الحاجات دي كده بالزبط في البداية هنجيب السبتراكشن يعني ام تو مينس ام وان يبقى هنقول يبقى مينس تن تطلع كام تطلع تن جرام تمام ده كده السبتراكشن بعد كده هنجيب دلتا اكس كل اللي جاي ده نفس من نفس السبميشن يبقى نجيب دلتا اكس هيبقى دلتا اكس وان بلس الدلتا اكس طبعا احنا هنا بنحط مش بنحط بنمشي نفس الدية بالزبط طبعا هيبقى زيرو بوينت وان بلس زيرو بوينت او هنبقى زيرو بوينت ثري يبقى في الحالة دي هنقول ام تو مينس ام وان هنبقى اقوى نم فتحين براكت هيبقى تن زيرو بوينت ثري ونقوم قفلين البركت ومن اللي هو طبعا لو طلب هنقول له هيبقى يبقى يبقى الدلتا اكس اللي هو زيرو بوين ثري فتطلع زيرو بوين زيرو ثري او ممكن نقول عليها ده كده وده كده تعالوا نشوف طبعا والدفجن اللي اتنين زي بعض وبالظبط تعالوا نطبق اللي احنا قلناها ام وان وامتو هنا قال لي انا عايز ام وان طايمس امتو طبعا اول حاجة باجيبها اللي هو حاصل الصلاة مشان بتاعهم بعد كده هنا بقى منفعش هنا في والاديشن كنا بنبدأ بالدلتا اكس هنا منفعش هنا هبدأ بالار فبقول ان الار اكوال ار وان بلس ار تو بس انا في مشكلة ان انا ما عنديش ار وان ولا ار تو فهاجبها ازاي هبدأ اقول ان ار وان هيبقى اقوال دلتا اكس وان اوور اكس دوت وان وهقول ان ار تو هيبقى اقوال دلتا اكس تو اوور اكس دوت تو وبعد كده اعملهم بلس ومنها بعد كده هقول ان ان دلتا اكس هيبقى اقوال ار اكس دوت ده كده اللي احنا بنستخدمها في 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 التايمز والديفجن تعالي نطبق اللي احنا عملناها هنجيب ام وان بلس ام ام واتو اه يبقى ام وان تايمز ام تو يعني اقوال تن تايمز تويني يبقى اقوال طبعا كان بثيرتي تيرتي ايه جرام بعد كده هنجيب ار وان اللي هيها تبقى طبعا تن اوور زرو بوينت وان يعني زرو بوينت وان اوور تن يعني تطلع زرو بوينت زيرو وان وبعد كده هنجيب ار تو اها ليه زرو بوينت اوور توني زيرو بوينت اوور توني يبقى تطلع زيرو بوينت زيرو وان بعد كده هنجيب ار ليه وان بلس ار تو يعني اقوال ار وان ليه زيرو بوينت وان وار تو زيرو بوينت وان يبقى تطلع زيرو بوينت زيرو تو بعد كده هنجيب الدلتا اكس اللي هي هتبقى اقوال اه هنا اللي هي اكس دوت اللي احنا جبناها طبعا تايمز اللي هي زيرو بوينت زيرو تو ونجيبها بالكالكلياتور هتطلع زيرو بوينت سيكس طبعا بنفس اليونت بالجرام يبقى احنا جده جبنا مين جبنا الدلتا اكس وجبنا اللي هو ده كده بالنسبة المين ليه طبعا في في نفس الخطوات دي هنعملها يعني لو جينا مسلا هنقلهات لامي تو اوفر ام وان بنفس الخطوات هي دي الفرق الخطوة الوحيدة اللي بتختلف يعني هنقول فطبعا هتطلع كام هتطلع وطبعا مش يبقى في هنا لانه بعد كده هنجيب اللي احنا لسا جايبينها من شوية في الاجزامبل اللي فات وهنجيب لها زيرو بوينت زيرو وان لها لسا جايبينها وهنجيب اللي هي اقوال اللي هي طلعناها زيرو بوينت زيرو تو بعد كده هنجيب دلتا اكس اللي هي لسا مطلعينها اللي هي اكس دوت طايمس آآ الار هتبقى اللي احنا لسا جايبينها كام جايبينها زيرو بوينت سيكس ومن هنا كده هنقول الام تو اوفر الام وان هتبقى اقوال طبعا الاكس دوت بتاعهم اللي احنا جايبينه اللي هو وطبعا مفيش يونت هنا ده كده اللي هو بس في يبقى احنا عرفنا وعرفنا 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 ده كده يعتبر ويعتبر اهم حاجة موجودة في ويبقى كده خلصنا مين يا شباب خلصنا ده كده تعالوا بقى نخش على طبعا سهل قوي اللي هو طبعا عندنا وعندنا ايه هو ده اللي هو طبعا سكيلر زي مثلا الماس ده كده طبعا عندنا ايه والفلسطة والاكسلوريشن والفورس يبا احنا عملنا نجيب بعد كده الحاجة المهم قوي اللي هي طبعا الدستانس اللي هي بنقول عليها يعني لو افترضنا انا عندي اوبجيكت وبتحرك فامشي بالشكل ده كده تمام ده كده هنسميها تمام لو احنا عايزين بناخد السترات line from starting point to ending point يبا اده كده فبنقول الدستانس اللي هي actual length والdisplacement اللي هي shortest distance او shortest length from starting point to ending point وعشان نحل مسائل الدستانس والدستانس طبعا بنجمع كل حاجة انما الدستانس بحدد ال starting point وحدد ال ending point وعمل بينهم عشان نطلع من الدستانس فور اكسامل وبنقول امتى الدستانس ايقوى للدستانس يعني لو انا عندي distance تبا ايقوى الدستانس ده امتى الدستانس ايقوى لما الوبجيكت بتحرك في straight line يبقى لو الوبجيكت تتحرك في straight line يبقى distance equal displacement ولو الوبجيكت تتحرك في straight line يعني افترضنا ان الوبجيكت ماشي كده بعد كده رجع كده بعد كده كده وبعد كده رجع لل starting point تاني يبقى في الحالة دي بنقول ان الدستانس ايقوى زيرو يبقى لو سنرى شيء مهم قوي لو الوبجيكت تتحرك فيه على على يعني يتحرك على فهنا عندها اربع احتمالات يعمل يعني لفة كاملة يعمل خلي تعالوا نتخلي دي الاول ونخلي ده يبقى فيها عندي كم احتمال اربع احتمال طيب لو الوبجيكت ده عمل يعني عمل لفة كاملة هنفترض ان الوبجيكت ده اتحرك بالشكل ده كده فعمل وانها عند ايه فيها عمل لفة كاملة ده كده وده كده اللي هو طب هل قال لها طبعا في الحالة دي بقول انها اللي هي لانه عمل لفة كاملة في الحالة ده هتبقى زيرو ليه زيرو لانه ده في حالة لو الوبجيكت عمل طب في حالة لو عمل يعني تعالوا نشوف كده عندي الوبجيكت تتحرك فروم اي لبي ده كده الريديس ار وده كده السنتر فهنا طبعا الديستنس بنقول ان الديستنس في الحالة دي اكوال السيرف كونفرانس اللي هو تو باي ار وبما انه عمل ربع لفة بس فنعمل ده ممكن نكتبها بالشكل ده كده او ممكن نكتبها انها هاف باي ار ده كده الديستنس طب لو احنا عايزين الديس بليسمينت زي ما ابتفع انا بنحدد ونحدد ونعمل بينهم طب انا عايز الديستنس دي الديس بليسمينت دي يبقى الديس بليسمينت هيبقى ايقوال اي بي طب هجيب ال اي بي ازاي هعم منزل كده وهيبقى ده ريديس وده ريديس واجيبها اللي هي روت بيتامين ار باور تو بلاس ار باور تو يبقى في الحالة دي الديستنس بليسمينت بيجبها باي سير كونفرانس طيب لو هو عمل ربع لفة دعالوا نشوف ادي السير كونفرانس هيتخرج من ايه تو بي طبعا هيمشي بالشكل ده كده وده كده الريديس وده كده الريديس ففي الحالة دي بنقول ان السنتر ايقوال زي ما اتفقنا السير كونفرانس تو باي ار وانا عمل نص لفة فانعملها فممكن نعملها كده او ممكن نقول انها على طول طيب بقى في الحالة دي زاد ده ما اتفقنا السير كونفرانس نعمل بينهم ده ار وده كده ار يبقى في الحالة دي هيبقى ايقوال ده كده لو الابجيكت عمل ايه عمل عمل ربع لفة طب لو عمل تعال نشوف هيتحرك فروم ايه تو بي يبقى ميشي بالشكل ده كده ده طبعا عندنا السنتر وده عندنا الريديس يبقى في الحالة دي بقول ان الديستنس بقول على طول السير كونفرانس اللي هو تو باي ار وبقى عمل يبقى عمل ممكن اعملها كده او ممكن اخليها اكتبها بالشكل ده او ممكن اكتبها بالشكل ده لان في النهاية بحطه وبعوض عنها ليجي بقى بعد كده اللي هي مين الديستنس بلسمانت هعمل ايه هعمل اللي هو هيبقى اي بي طب انا عايز اي بي هنزل هنا وهيبقى ده ريديس وريديس يبقى هنا هعمل جبها باي تيجرس اللي هو رود باور تو بلاس رود باور تو يبقى احنا كده جبنا الديستنس والديس بلسمانت الوبجيكت بتحرك دين في ويبقى كده خلصنا عملنا بين الديستنس والديس بلسمانت نيجي للحاجة التانية بقى اللي هي لو انا عندي امتى لو انا عندي مسلا اي وفيكتور بي يبقى في الحالة отenni هنقول اي هي فيكتور فيكتور بي ليه هم ان لهم نفس المجنيتوي دي حتى لاب لو افترضنا ان ايه دا كده ايه ودا كده ايه بي يبقى في الحالة دي بنقول ان اي هي بي يبقى لهم نفس بس هم ابزت ديركشن. لو انا عنده تو فيكتورز جوبوا ايكوال لو لهم نفس المجنيتود ولهم نفس. طيب لو هم مسلا ده كده فيكتور اي. وده كده. يبقى في الحالة دي بنقول ان ايه? لنقوم نفس المجنيتود بس مش نفس. طيب لو انا عندي فيكتور اي. وفيكتور بي. يبقى في الحالة دي هنقول ايه? ليه? لانه لهم نفس بس مش نفس المجنيتود. ده كده في حالة ايه? طبعا احنا هنستخدم المعضو ده عشان نعمل او وهنطلع وهنطلع. طيب لو نبدأ باول واحدة اللي هي من انا عاوز اعمل فالصميشن ده عندي كم احتمال? عندي اربع احتمالات. تعالوا نشوف الاربع احتمالات هيكونوا ايه? اول حاجة لو انا عندي السيتا اقوال زيرو. لو انت عندي السيتا اقوال وان هدر ايتي. ولو انا عندي السيتا زيرو بس مولر دان وان هندرد. ولو انا عندي السيتا اقوال الا يحصل. تعالوا نشوف اول واحدة لو ان السيتا زيرو يعني مسلا عندي وفيكتور ايه وفيكتور بي والسيتا بينهم زيرو لانهم يبقى في الحالة دي بنقول ايه بلاس بي. يبقى احنا هنا بنجيب اي بلاس بي اللي هو السميشن بتاعهم اللي هو السي جديد لنا. يبقى في الحالة دي بنجيب ايه بلاس بي. طيب لو في الحالة دي لو الانجل بينهم يعني ده كده فيكتور ايه وده كده فيكتور بي. يبقى احنا عايزين السميشن بتاعهم يبقى بنقول ان سي هيبقى ايقوال ايه مينس بي. ليه? لانهم في طيب في الحالة دي لو الانجل بينهم اكبر من زيرو ده كده سيتا اكبر من زيرو 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 يبقى عندينها ده كده ايه وده كده ايه بي. في الحالة دي بعمل بعمل الشكل ده كده وبجيب ده كده السي بسميه سي وبقول ان السي هيبقى ايقوال ايه بلاس بي. ده كده لو سيتا زيرو سمولر دان وان هندرد. طيب نيجي على ام واحد اللي هو لو سيتا هنا يعني ده كده ايه وده كده بي. انا عايز الريزلت يبقى الريزلت اللي هو ده. اللي هو سميه سي. وطبعا هعمل اللي هو الشكل ده كده. اهو. وهجيب ده كده اللي هو سي. اجيبه باي. واقول ان السي هيبقى ايقوال بتاع ايه باور تو بلس بي باور تو. طبعا لو احنا عايزين السيتا دي هنجيبه عن طريق التان سيتا. هنقول ان التان سيتا. طبعا التان اللي هي الاوبزت على على الاجيسنت اللي هيبقى سيتا بزيرو او او وطبعا ممكن نستخدم دي لو انا عندي مسلا وفي فورس كده ولي يكون اه وفي فورس كده ولي يكون فورتي نيوتن واللي هات للريزلت والفورس والسيتا يبقى هو عايز هنا من الاف. طبعا الاف ده هنجيبها ازاي هنجيبها هنجيبها هنقول هنعمل الشكل كده وننزل كده فاحنا عايزين الاف هنجيبها لان ده هيبقى اف تو فنقول الرود بتاع اف وان باور تو بلاس اف تو باور تو يعني ثيرتي باور تو بلاس فورتي باور تو فتطلع كم؟ تطلع نيوتن ولو عايز سيتا فنقول ان التان سيتا هيبقى كام شباب ده كده على ده يعني ونجيبها وبعد كده ناخد شفتتان ونجيب من السيتا ده كده اول حاجة اللي هي عندنا مين? اللي هي نيجي بعد كده مين? طبعا اللي هو العكس لو انا عندي اوبجيكت اهو فيه بتأثر علي كده هسميها اف فهنا بقول لي اعمل لي الريزولت انت بتاعها فاجيب الاف اكس ده هسميه اف اكس وده هسميه الاف واي فكنا بنقول ان الاف اكس تبقى اكوال الاف كوزاين سيتا ده كده اللي هي السيتا والاف واي اللي هي اكوال الاف الاف ساين اي سيتا ده كده الاف اكس والاف واي طبعا سهل اول مفهاش حاجة وطبعا بتديني يعني لو اداني السيتا دي واداني مسلا قال السيتا دي وده قال يبقى في الحالة دي هقول ان الاف اكس الرول اهو اف كوزاين سيتا يعني اتان واجبها بالكالكليتور واقول له ده كده مين ده كده عندنا الاف اكس والاف واي ده كده بنسميه ده كده نيجي بعد كده اللي هو البروضاكت تبعا عندنا حياتين اثنين يا اهم عندنا ويوم عندنا بروداكت يا اهم عندنا تعالوا ناخد الفرق بين الاتنين. او فبنقول ان اي دوت بي. طبعا هيبقى اي بي كوزاين سيتا. اي بي كوزاين سيتا. ولو عايزين او الكروس برودكت فبنقول ان اي كروس بي هيبقى اي بي ساين سيتا ومننساش الان اي داريكشن لان ده ده كده وده وامتا في حاجة مهمة اوي امتا نقول ان اي دوت بي اي اي كروس بي امتا الاتنين ده هنقول ان الاتنين لما يكون سيتا اي كوزاين فورتي فايف ده كده اللي هو البرودكت البرودكت فيكتور سواء السكيلر او البيكتور. نيجي على اخر حاجة بقى في اليونت اللي هي الهاندرايت رول. الهاندرايت رول ده بنستخدمها في اليوساج بتاها اليوساج بتاها انها تدفين the direction of the فيكتور product ماشي. ويه بنقول دفين the direction of the فيكتور product انا عنده تو فيكتور ده بسميه فيكتور اي وده كده بسميه فيكتور بي ده كده اي وده كده بي فايب اثام ده اللي هو اي كروس بي اي طو بي. فاحنا هنا بنقول الهاندرايت رول انها تدفين the direction of the vector of the vector c of two vectors a and b. ده كده نهاية يونت one. ويبقى كده خلصنا يونت one. بيجي بعد كده على يونت two. يونت two chapter one lesson one بتكلم على الموشن. يعني موشن بنقول الموشن. لها تدفينيشن بتعمين الموشن. عندنا two types of motion. عندنا حاجة اسمها ترانزيشن الموشن. وعندنا حاجة اسمها موشن. الفرق بين الترانزيشن الموشن وموشن. لو انا عندي مثلا كار. الكار ده تحركت from A وصلت لب. فده كده يبقى لها starting point. ده كده بسميها starting point. ده بسميها ending point. يبقى هنا في الحالة دي بسميها ترانزيشن الموشن. يبقى ترانزيشن الموشن. ليه الحركة from starting point to ending point. وممكن تبقى في straight وممكن تبقى projectile. زي ده كده. انها تمشي في curve. او تمشي في straight. ده كده لها ترانزيشن الموشن. لما هنيجي في زي مثلا البندلم. البندلم ده بعمل ايه طالع كده. وبعد كده بنزل. فده كده بنسميها اسلات موشن. والاسلات موشن ده بتعتبر بريودك موشن. لانها بتايد نفسها عن ايه طالع. ده نجي بعد كده عندنا من الفلاسطي. الفلاسطي ده. الفلاسطي طبعا بنقول تزاريت وفي تشينج اف ديس بلسمنت تزاريت وفي تشينج اف وبنقول ان الفلاسطي دلتا دي اوبر دلتا تي. ومنها ان الفلاسطي اوبر التايم. ده كده الفلاسطي. طبعا اليوني بتاعتها متر بير سكند والديمينشنال بتاعتها ده كده الفلاسطي فبنقول عليها تزاريت وفي تشينج او في تاني تزاريت الفشينج اف ديس بلسمنت تعمل ملكم بزو مباتو الفلاسطي. طبعا الاسبيت هنغير كلمة واحدة شنقول تزاريت وفي تشينج اف ديس تانس. اكتشينج اف ديس بلسمنت تزاريت وفي تشينج اف ديس بلسمنت. هنا الاسبيت طبعا اكول الديس تنس او فيه طايم. انما هنا الافلوسطي طبعا اكول طبعا الفلوسطي طبعا ايه? طبعا ده اليوني بتاعتها وهنا برضو هنا هنا ده كده سريع بين الفلوسطي سهل قوي ما فيهاش حاجة. نيجي بعد كده عندنا عندنا الفرق باليونيفورم والنون يونيفورم. بنقول يونيفورم ان تاني 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 نعملها بنعمل بين هنا وهنا كده بتطلع كده. ده كده بنسميها وبنجيب السلوب بنقول ان السلوب هيبقى دلتا دي وطبعا السلوب هنا يبقى مين? ده كده بنسميها идеي دي يونيفورم فلوسطي يعني الوبجيب كفرس ايق قلت لما نجي نعملها هنعمل 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 فهيطلع طبعا ايه كورف كده. فهنا بنسميها لاني طب لو احنا عايزين نعمل نجيب السلوب بتاع الكورف ده. فكنا بنحدد كده ونعمل لها يعني كده. وبيبقى للكورف. وبنحن ناخد هناك هنا. وكنا بنجيب السلوب ده. فبنقول ان السلوب ده. ها بقى دلتا دي دلتا تي. وده ببقى الفلوسطي. بس الفلوسطي فين? في البوينت دي. الفلوسطي في البوينت دي. وده بنسميها اللي هي بنقول عليها. يعني 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 ده كده كنا بنسميها ده كده بنسميها ده كده بنسميها ده كده فلوسطي. طبعا فيه كمان عندنا اللي هي الافريج فلوسطي كنا بنقول ان الافريج فلوسطي اكوال التوتل ديستانس اوور التوتل تايم. ده كده بنسميها طبعا فيها عندنا الافريج فلوسطي. ده كده هتبقى الافريج فلوسطي هتبقى التوتل تايم. ولما بنجي نعملها بيبقى عندي اها ده كده وده كده تايم بيبقى طالع. لو طلع كورف فبحدد وحدد وياخد التوتل ديستانس وعملها تايم فبقول التوتل تايم يبقى احنا كده اخذنا وده كده تقريبا احنا خلصنا اللي سن ده اللي هو بتايمين الموشن. تعالوا نخش على اللي سن اللي بعديه اللي هو مين طبعا عندنا يعني ايه بنقول اللي هي تزاريت التاني التزاريت تزاريت بالفلوسطي والتايم او تزاريت للها ايه اللي هي يعني يعني طبعا الوينة بطايم بتبقى متر pair second power two with dimensional formula بتاعتها اللي هي L T power negative two. ده كده مين? acceleration. فبنقول acceleration is the change of velocity with the time. والاكسرراتي final minus V initial over time. واللي هي meter per second power two. يعني L T power negative two. ده كده الاكسرراتي. تعالوا نتحدث الكلام بقى ال types of acceleration. عندنا uniform و non uniform. الفرق بالuniform و non uniform. بنقول uniform acceleration and non uniform acceleration. ال uniform acceleration is the acceleration of an object when a body covers equal distance and equal period of a time. يبقى الحالة دي كال speed changes by equal values at equal period of a time. تاني. speed changes by equal values at equal period of time. طيب. طيب. وفي الحالة دي لما بنجي نعمل graph. هنعمل between a time. والفلاصطي. فهيطلع عن دي. ده في حالة لو. يعني. وطبعا في الحالة دي بنقول ان السلوب. هيبقى equal delta V over delta T وهيبقى equal acceleration. طبعا ولو ما بدأش من الزيرو. اللي هنا اللي هي T وهنا هنعمل الفي. فطبعا هيبقى كده. وده كده اللي هي هتبقى اللي هي الحتة دي كده. وهنقول برضو نفسي كلام ان السلوب. هنا كده. السلوب. هيبقى equal delta V over delta T وهيبقى طبعا. ده كده بنسبلنا ايه? اللي هو uniform acceleration. نيجا عن non uniform acceleration هنا بنقول ونسبلنا نعمل جراف هنعمل بيتوين الطايم وي. ال V هيطلع عندنا كورف كنا. طبعا لو احنا عايزين السلوب فبا يجي عند وعمل واجيب السلوب بتاهمين الطانجنت ده. وبقول ان السلوب هيبقى ايقوى delta V over delta T هيبقى ايقوى الاكسلراشن والاكسلراشن والاكسلراشن. ده كده ونون يونيفورم اكسلراشن. يبقى احنا عرفنا الفرق بين ونون يونيفورم. تعالوا نتكلم على اليونيفورم. اليونيفورم حاجة من الثلاثة ممكن تبقى وممكن تبقى وممكن تبقى وممكن تبقى زيرو الفرق بين الثلاثة طبعا ان هنا الاكسلراشن عملها يعني بتزيد. يبقى في الحالة دي بنقول ان ال VF is greater than VI. ولما نجي نعملها. between T وال V هتطلع عندي straight line كنا. وفي الحالة دي بنقول ان السلوب هيبقى ايقوى delta V over delta T وهيبقى ايقوى بسطف يونيفورم اكسلراشن. يعني الاسبيد تبقى ايقوى زاد ايقوى النجي نجي 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 نجي. وفي الحالة دي بنقول ان ال VF طبعا هتبقى سمور دان V I. وأنا ايجي نعمل. between T و V طبعا هيبقى كده. ولو احنا عايزين السلوب هيبقى السلوب هيبقى وطبعاً ده هيبقى اكسلوريشن ده. عنا نشوف زيرو لما الابيكت نحرك بhey لما بتحرك بما معناها ان contrastин سبيد معناها ان يبقى 외ues و هيبقى 4 وهيبقى 0 وهيبقى 100 تبدو 1 هية حيبقى 0 والفلاسطي يطلع. ده كده كده وكده يبقى خلصنا في السريع كده في الانجاز اللي هو ده كده تعالوا نخش على الشابتر تو اللي هو بتكلم على طبعا عندنا تعالوا ندخدهم التلاتة كده الاولى بيقول لي ان طبعا بنقسم بين الواحد واخر واحد وهيبقى هنا كده وهنا طبعا لو هيبقى من هنا كده ونجيب طبعا السلوب في الحالة دي هيبقى طب لو ده ما بدأش من يعني كده بالزبط هنا كده بقى هنا كده يبقى الحتة دي هيبقى وهنجيب السلوب هيبقى نفسي الكلام هيبقى ده كده الاكويجن الولى تعالوا نشوف الاكويجن التانية بقول لي ان الديسبلزمنت اكوال ال في او اي تي بلس الهاف اي تي باور تو هنيجي نرسم جراف بنرسم بين اول واحد واخر واحد اللي هو الدي وهنا طبعا هطلع كده في الحالة دي هو بدأ من زيرو يبقى في الحتة دي الزيرو اللي هي دي هيبقى اكوال الزيرو وهنا كده بنجيب السلوب وفي الحالة دي السلوب هيبقى اكوال اللي هو دلتا دي اوور دلتا تي بار تو وهيبقى اكوال الهاف اكسلراشن ولو الابجيكت ده ما بدأش من زيرو يبقى هنا في تي بار تو وهنا في دي فهيبقى كده بالظبط والحتة دي كده اللي هي هتبقى اكوال ال في اي تي وطبعا بنجيب السلوب بردو بنفس الطريقة هيبقى اكوال الهاف اي ده كده الاكويجن التانية العسل التالتة اللي هو بقوله ال في اف بار تو اي كوال في اي بار تو بلس م اي دي هنا هنرسم بين ال في اف بار توو والدي هتلع ازاي? هنا الدي هنا ال في اف بار تو هتلع هنا الفي اي بار تو شي بأكوال زيرو وهنجيب السلوب والسلوب هيبقى اي كوال التو اي طب لول اوبجيكت ما بدأش من زيرو. دي. والفي اف باور تو بدأ من هنا كده يبقى الحتة دي كده هيبقى. وطبعا نجيب السلوب وهيبقى بنفس السلوب هيبقى ايقوال. يبقى في الاولى السلوب كان ايقوال والاكواجن التانية السلوب ايقوال والاكواجن التالتة السلوب ايقوال ده كده بنسميهم طبعا في لازم يكون حافظة تلاتة وبعد كده ببدأ في الحل هبدأ اشوفه وطالب مني ايه هتعتمد على الحاجات اللي هو من دهالي والحاجات اللي هو طالبها وبناء عليها هبدأ احل فطبعا هنا لازم نكون حلين عليهم كتير والموضوع بتبقى سهلة يعني هي بتحتاج بس لفهم ان احنا نفهمها ده كده نيجي للليسن اللي بعدية اللي هو يا اما هينزل لتحت كنا يا اما هيطلع لفوق طيب في الحالة دي لو نزل يبقى هيبقى وهنا لو طالع لفوق يبقى هيبقى الزيرو ده عند وفي الحالة دي كده ده كده هو نازل بتبقى بتبقى او ممكن تقريبا نقربها وتم على حسب موابط دهالي وهنا طبعا بيبقى 구زه i بدلا بنقول ااااااااا اااااا يعني نقول ااااا اااا اخبيبيه اااااا هنقول الاااااااااا واي بقى удه seus في القن جي تي بارتو. والاكواجين التالتة هيبقى اكوال طبعا نفس الفكرة بتاعمين بتاع الاكواجين. وبنبدأ نحل عليهم والموضوع سهل. بس بتحتاج ان هما ايه يتفهم. وطبعا. وطبعا بيبقى عندنا لو احنا عندنا مسلا ان عملناه في فيطلع وبعد كده يبدأ ينزل كده. فطبعا لو جينا نعمله بين الدي والتي فنلاقي وهو طالع كده. هيوصل في الحالة بتاعته زيرو وبعد كده هيبدأ ينزل تاني. تمام? ده كده هنا. طب لو احنا عملناها بين الطايم و الفي بالميتر بير ساكن. طبعا هو بادئ بسبيت كبيرة هيبدأ الاسبيت تقل 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 لحد ما توصل الزيرو وبعد كده هيبدأ ينزل تاني فالاسبيت بتاعته هتزيد. طبعا الاسبيت عند ده هي هتبقى هتبقى وهو نازل وهنا كده وهو طالع هتبقى وهو نازل. فده كده بتاع الابجيكت سوى طالع او نازل. نجي بعد كده بقى لما لكون الابجيكت بتحرك كينتو دايمنشنل. ايه لما بتحرك في دو دايمنشنل? يعني الابجيكت بتحرك في كده في انجل. اهى طبعا اهم حاجة عندنا بنجيب مين? هو طالع كده بيبدأ بفي اي. فبنجيب الفي اي هي نجيبها في الاكس اكسس والواي اكسس. فبنقول ان في اي اكس هيبقى في اي كوزاين سيتا. ده اهم حاجة. والفي اي واي هيبقى اكوا. الفي اي ساين سيتا. ده كده اهم حاجة موجودة عندنا. وناخد بالنا. ان الفي اي اي اكس اكوا الفي اي الفي اف واي. الفي اف اكس. ده كده حاجة مهمة ولو احنا عايزين الفاينال اللي هيبقى الروت بتعمين بتاع الفي اكس باور تو بلس الفي اف واي باور تو. تمام? ولو احنا عايزين الطايم طبعا الطايم هو طالع هيبقى ولو احنا عايزين طايم هيبقى طايم هيبقى يعني اقوال نيجاديف تو في اي واي اوفر اي جي. ده كده الطايم ده كده الطايم هو طالع او هو نازل وده كده طايم تمام? ولو احنا عايزين الهايت اللي هو الاتش هيبقى ايقوال نيجاديف في اي واي ده اللي هو الهايت اللي هو ده. تمام? ولو احنا عايزين الار اللي هو دي يبقى احنا عندنا الار هنبدأ نجيبها باكتر من الرول اللي هي اللي هي ايقوال ان احنا ممكن نشيل التى ونحطك متى اللي هي وممكن نشيل التى ونحط كمتها يبقى نجاديف تو في اي اكس في اي واي اوفر اي جي اللي هي ممكن تبقى ايقوال نجاديف تو في اي باور تو طبعا كوزاين سيتا ساين سيتا اوفر اي جي. ده طبعا كل اللي موجودة في في اللي سن ده اللي هو مين بس لازم يكون عامل انجل من بتكام سيتا وهنا لما بنجي نعبر بين الجي الجي بتبقى بالنجدف تان ميتور بير ساكند باور تو ده كده نهاية اللي وهي تبقى لنا درس واحد بس اللي هو مين الفورس اند موشن تعالوا نتكلم على الفورس اند موشن طبعا الفورس اند موشن بنقول الفورس اللي هي اكسترنال انفلوانس ذات افكت ان اوبجيكت تو change its state or state of motion or direction. طبعا عندنا نيوتن's first law. نيوتن's first law بولي ان الستاتيك اوبجيكت كيبس state of rest. ايه state of rest. and the moving object keeps its state of motion at a uniform velocity in a strip line unless acted open by a resultant force. يعني لو انا عندي. اوبجيكتها وفي هنا ده كده اف وان وهنا كده اف تو. يبقى في الحالة دي بقول ان اف وان ايقوال اف تو يعني two forces equal in magnitude and opposite direction. ففي الحالة دي بنقول ان resultant force equal zero. resultant force equal zero في حالة لما الوبجيكت يكون at rest. او الوبجيكت اذا بتحرك بايه? uniform velocity. uniform velocity. ده كده اللي هو نيوتن's first law. نيجب بعد كده على نيوتن's first law بنسميه law of inertia. وبنقول يعني ايه? inertia. it's a property of an object to resist the change of its face from rest to motion in a regular speed and in a straight line unless an external force acted open on it. ده كده law of inertia. وبنسميه law of inertia لان الوبجيكت كانت can't be able to change its state. تاني يعني ما يقول نيوتن's first law is called law of inertia. ولو because the object can't because the object cannot change its state of rest or motion in the straight line by itself. طبعا عندنا اللي احنا بنشوفه هنا ان الاسمجر ودرايفر راشد فورورد بينضفه للامام. وانده كار ستوب صلن لي. وده بسبب الانيرشيا فورسس. وكزلك برضو لو الكار موف صلن لي. يبقى الباسمجر راشد باكورد. كل ده بسبب مين? بسبب الانيرشيا فورس. نيجي بقى ده الباسنجر and the driver in the car are rushed forward if the car suddenly stops. ذا نقول بسبب من الانيرشيا فورس. نيجي لنيوتن's third law. نيوتن's third law بيقول لي ايه? for every action there is a reaction equal in magnitude and opposite direction. يعني زي ما احنا شايفين ده كده بيأثر على ده بفورس. وده بيأثر على ده بفورس. فالأولين بيأثر على ده بفورس اف وان. والتاني بيأثر عليه هنا بفتو. الاتنين. فبنقول اف وان اقوال نيجيتف اف تو. وخلي بالنا ان التو فورسس كانوا تكانسل اتش اثر. مش بيالغوا بعض. ليه? مش بيالغوا بعض لانهم اكس. انه بيأثروا على ايه? ايه? اوبيجكت. اذا ما احنا شايفين كنا. هنا القن وهي طلعة. بتدي اكشن. فبتديها ري اكشن. والري اكشن. والري اكشن. اكشن. فبنقول ان اكشن. ده كده. وطبعا اخر حاجة عندنا في المنهج. وبكده يكون خلصنا عملنا سريع كده وبسرعة على المنهج كله. فيا يا رب يكونوا استفدتم. ولو عجبك لفقدم سعيش لك شير سبسكرايب. واشوفك بالخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارب في التوفيق.